هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف لشيخنا الكوليني رحمة الله عليه المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى التي انتهت سنة 329 للهجرة هذه الطبعة هي طبعة دار الأسوة طهران إيران وكما قلت لكم انه الجزء الأول كتاب التوحيد في الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة صفحة 155 باب جوامع التوحيد الحديث الأول هذا الحديث وهو خطبة من خطب الأمير صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث ينقله لنا إمامنا الصادق عن جده أمير المؤمنين من هنا نحن نأخذ التوحيد فحديث الصادق حديث أبيه وحديث أبيه حديث جده وهو حديث الله فهم وجه الله وهم عينه الناظرة وهم لسانه الناطق الصادق المصدق يقول من أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية في المرة الثانية حينما استنهضهم بعد صفين وحتى بعد النهروان وبعد التفاصيل التي وقعت في الشام وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق حديث التاريخ طويل المراد من المرة الثانية حينما استنهض سيد الأوصياء العراقيين وتحديدا أهل الكوفة للتوجه إلى حرب معاوية على أي حال أنا لا أريد أن أحدثكم عن تلك الأيام إمامنا الصادق يقول من أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية فلما حشد الناس أو فلما حشد الناس فلما حشد الناس حشدهم بدعوته صلوات الله عليه فلما حشد الناس أو حشد الناس أي اجتمعوا قام خطيبا فقال ما سأقرأه عليكم من كلام أمير المؤمنين في خطبته والتي خطبها في عموم الناس في عموم أهل الكوفة ما كان هذا الحديث حديثا سريا هذه خطبة علنية بعد أن حشد الناس كي يتهيأوا للخروج إلى بلاد الشام لحرب معاوية في المرة الثانية بعد ما جرى وجرى من الوقاع والأحداث فما ذكره الأمير في هذه الخطبة العصماء يأتي في الأفق الأول في الركن الأول من أركان عقيدتنا في التوحيد في المقام الذي هو ما قبل الحقيقة المحمدية هكذا قال سيد الأوصية الحمد لله الواحد الأحد الصمدي المتفردي الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان أنا لا أريد أن أقف عند كل مفردة من المفردات التي ترد في هذه الخطبة الشريفة بشكل مفصل فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات لشرحها إذا كان القرار أن أقف عند كل مفردة من مفردات هذه الخطبة لكنني لن أمر بشكل سريع جدا سأتوقف عند العناوين والمصطلحات كي أبين معناها بشكل إجمالي موجس الأمير يقول الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد حينما نقول عن الله سبحانه وتعالى من أنه الواحد ليس المراد في وصفنا لله بأنه الواحد بأنه الواحد العددي لأن الواحد العددية يأتي بعده اثنان وهذا يعني أن الاثنين تناظر الواحد الذي سبقها فعدد الاثنين سيكون عددا متفرعا عن العدد الأول وهذا ما لا يمكن أن نتحدث به عن الله سبحانه وتعالى هذا نتحدث به عن المخلوقين فالواحد العددي يمكننا أن نصف المخلوق به أما المراد من الواحد حين نصف الله سبحانه وتعالى بالواحد إنه هو هو الذي سيكون متفردا بكل أوصافه التي وصف نفسه بها لست نحن الذين نصفه وما نصفه إلا بما وصفه المعصوم الحمد لله الواحد ليس بواحد العدد الحمد لله الواحد الأحد أما الأحد فهو الذي يتميز بما يتميز به من جمال وجلال وعظمة وكمال وهو شأن خاص بذاته أحدي الذات ليس هناك من مقايسة أو من ارتباط فيما بينه وبين خلقه فهو فهو خلو من خلقه كما يحدثوننا صلوات الله عليهم حينما يحدثوننا في التوحيد يقولون من أن الله خلو من خلقه ومن أن خلقه خلو منه فليس هناك من مقايسة أو من مشابهة أو من مناظرة فيما بينه وبين ما خلق إنه الواحد الأحد واحد الذات أحدي الذات سبحانه وتعالى وجل شأنه وتقدس تقدس عما يصفه الواصفون بحدود مداركهم وعقولهم جل شأنه وتعالى الحمد لله الواحد الأحد الصمد أما الصمد فهو الذي تتوجه إليه الموجودات بكل موجوديتها وبكل وجودها فالموجود له وجود وله موجودية أما الوجود فهو أصل تحققه وأما الموجودية أجزاؤه الذاتية التي تركبت وتحققها وجوده من خلال تركب أجزائه الذاتية وما يلتحق بها من الأجزاء العرضية فتلك هي موجودية الموجود أما وجوده فهو كما قلت لكم أصل تحققه أصمد الذي صمدت إليه توجهت إليه كل الموجودات بوجودها وبموجوديتها لماذا لأن وجودها ولأن موجوديتها كل ذلك يتقوم بفيضه فهذا الوجود هو ظله وتعابير قصرة هذا هو الذي تستطيع اللغة أن تعرضه لنا وهذا هو الذي أستطيع أن أتحدث عنه اللغة قاصرة وعقلي قاصر وأنا قاصر في هذا الفناء فماذا أقول لكنني أردد شيئا مما قالوه هم مما قاله جعفر بن محمد مما قاله محمد بن علي الباقر مما قالوه هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تذكروا دائما من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم وفروا فروا فروا من كلام العرفاء والمتصوفة وفروا من كلام مراجع النجف في كتب علم الكلام وفي هرائهم في كتب التفسير الفرار الفرار إلى أين إلى محمد وآل محمد مثل ما يقول القرآن ففروا إلى الله ففروا إلى الله الفرار إلى الله إلى أين مثل ما قال الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لمجموعة من أصحاب أبيه كانوا في حيرة من أمرهم بعد استشهاد إمامنا الصادق أرسل إليهم خادمه وجاءوا إلى بيت إمامنا الكاظم صلوات الله عليه فحينما دخلوا عليه هو ابتدرهم إلي إلي لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية كانوا في حالة تردد إلى أين نتوجه بعد الصادق المصدق يقولون فيما بينهم هل نحن في حالة ضياع إلى من نتوجه خصوصا بعدما ادعى عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق ادعى الإمامة من أنه إمام بعد أبيه الصادق فلما ذهبوا عنده لم يجدوا فيه ما كانوا يجدونه في أبيه فخرجوا على وجوههم في حيرة من أمرهم إلى أين نعطي وجوهنا هل نذهب إلى المرجئة إلى المرجئة إلى القدرية إلى إلى فلما دخلوا على الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال لهم إلي إلي لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية وأنا أقول لكم إليهم إليهم إلى حديثهم إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إليهم إليهم إلى عقاعدهم الحقيقية لا إلى عرفاء الشيعة ولا إلى مراجع النجث وكتب عقاعدهم الكلامية لا إلى كل ذلك الضلال إلى هنا إلى محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم من هنا من منابع حديثهم الصافية من كلماتهم العطرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم صلوات الله وسلامه عليكم سادتي وأوليائي أعود إلى خطبة أمير المؤمنين الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد العناوين العناوين والمصطلحات والألفاظ التي أعتقد أنكم على معرفة بها أمر عليها من من دون أن أقف عندها الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان فحينما خلق خلق المشيئة بنفسها ليس من شيء آخر الذي لا من شيء كان المعنى واضح إنه الأول الذي لا أولية لأوليته إنه الأول ما هو بالأول العدد إنه الأول القديم حين نقول الأول إنه القديم الذي لا أولية لأوليته لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان خلق ما كان من خلقه منذ أن خلق المشيئة وإلى آخر ما يصدر من فيضه وليس لفيضه من آخر نحن لنا آخر أما فيضه ليس له آخر لا لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان وإنما خلق ما خلق قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء من مثل ما قلت لكم قبل قليل فهو خلو من خلقه وخلقه خلو منه فخلق ما خلق لا من شيء خلق المشيئة بنفسها دعوني أقرب لكم الفكرة آتيكم بمثال من علم الفيزياء هذه النظرية التي يتحدثون عنها والتي يفترضون أن نشأة الكون يتحدثون عن النشأة الفيزيائية أن نشأة الكون هذا الذي حولنا كانت من انفجار عظيم نظرية الانفجار العظيم the big bang and the big crunch الانفجار العظيم والانكماش العظيم هكذا يفترضون من أن بداية كوننا هذا الذي نعرفه من نقطة متناهية في الكثافة والطاقة والصغار ما يصطلح عليها ببيضة الكون أو بالبيضة الكونية إنها بيضة الكون أو البيضة الكونية النقطة المتناهية في الصغر لا نستطيع أن نتخيل صغرها لا نستطيع أن نتخيل حجمها ولا نستطيع أن نتخيل كثافتها وطاقتها من هناك بدأ الانفجار وبحسبهم لا زال الانفجار يسري آثار الانفجار لأن آثار الانفجار إذا منتهت فإن الكون سيبدأ بالانكماش كي يعود إلى حالته الأولى إلى بيضة الكون إلى تلك النقطة المكثفة إلى أبعد حدود الكثافة التي لا نستطيع تصورها وتخيلها يمكن أن يشار إليها بالأرقام لكننا لا نستطيع تصورها وتخيلها بحسب المفردات التي نستعملها في التصور وفي التخيل فإذا منتهى الانفجار فإن الكون سيبدأ بالانكماش فمثلما هناك The Big Bang وهو الانفجار الكبير هناك The Big Crunch الانكماش الكبير هذه النظرية معروفة تدرس في الجامعات في المعاهد العلمية في المدارس كيف نشأ الكون من أشهر نظريات نشوع الكون هذه النظرية فهم حين يتحدثون عن بيضة الكون عن تلك النقطة الصغيرة جدا التي لا نستطيع أن نتصور صغرها بحسب هذه النظرية فإن كل الذي صار في الكون كان موجودا في تلك النقطة بشكل مركز يمكنني أن أقول إنها شب الكون إنها الرقاقة السليكونية الألكترونية رقاقة ألكترونية بالضبط الرقاقة الألكترونية الصغيرة تشتمل على الكثير من التفاصيل والمعلومات والبرامج والحقائق في عالم الألكترونيك في عالم الكمبيوتر شب هذا هو شب للكون بيضة الكون كل الكون كان موجودا فيها أقرب لكم الفكرة هذه نواة التمر الصغيرة هذه تشتمل على النخلة الكبيرة وتشتمل على الكميات الكثيرة من التمر التي ستنتجها النخلة المختبئة والمختفية في باطن هذه النوات هذه النوات بحسب حسنا هي قطعة صغيرة يابسة متخشبة لا حياة فيها لكن في الحقيقة كل الحياة مختبئة فيها إلا إذا كانت تلك النوات قد تعرضت لتعفن وانتهت الحياة فيها بحسب علم النبات بحسب الحكمة أيضا فهذه النوات ما هي بميتة نحن نراها هكذا كل الحياة موجودة في داخلها هذه النوات هي تشيب للنخلة وللتمور الكثيرة التي ستخرج من هذه النخلة الكبيرة المختبئة في هذه النوات فبيضة الكون بحسب نظرية الانفجار كل الكون بمجراته الهائلة بكل التفاصيل الموجودة في هذا الكون الذي هو في حالة اتساع بحسب هذه النظرية لأن الانفجار بآثاره لا زال مستمرا صحيح أن الانفجار دو وتم الانفجار في أصله قبل عدد من السنين يتحدثون عنه قبل مليارات من السنين لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه النظرية الفيزيائية لكنني أردت أن أقرب لكم الفكرة فمثل ما كل الكون بحسب الفيزيائيين وأنا هنا لا أريد أن أقول من أن هذه النظرية قد تم الاتفاق على صدقها لست بصدد الحديث عن مدى صحتها أو عن عدم صحتها إنما جئت بها مثالا فكما كل الكون بكل تفاصيله مجتمع في بيضة الكون وكما أن النخلة الكبيرة بكل ضخامة هيكلها وكل التمور التي ستخرج منها كل ذلك موجود في هذه النواة المتخشبة بحسب ما نرى فحينما خلق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية جعل كل شيء فيها فهو خالق لكل الأشياء التي ستخلقها الحقيقة المحمدية من هنا كان أحسن الخالق الحقيقة المحمدية خالقة لكن ما خلقته الحقيقة المحمدية هو في الحقيقة قد خلقه الله من هنا كان الله أحسن الخالق فما خلقته الحقيقة المحمدية وما فاض منها هو الذي أودع كل شيء فيها حين أودع جماله وجلاله وعظمته وشعت الأسماء الحسنى من الحقيقة المحمدية التي هي مصادر كل الخلقيات في هذا الوجود في الحقيقة كل شيء يعود إليه سنعود إلى هذا المضمون في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى لكنني أردت أن أبين لكم بشكل إجمالي ما جاء في هذه الكلمات ولا من شيء خلق ما كان نعم فإنه خلق المشيئة بنفسها لم يخلقها من شيء كان وحينما خلق المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية أودع فيها كل شيء وبعد ذلك صدر منها كل شيء بحسب مرتبته فإن كانت المرتبة وجودية فلقد صدرت الأشياء بحسب مراتبها الوجودية وإن كانت المرتبة قربية فإن الأشياء صدرت بحسب مراتبها القربية من الحقيقة المحمدية ومنها إلى الله سبحانه وتعالى وإن كانت المراتب زمانية مكانية في طبقات العوالم التي وعاؤها الزمان والمكان صدرت الأشياء بحسب زمانها ومكانها فأنا ولدت في عام كذا وكل واحد منكم ولد في عام كذا لا ندري متى تحقق وجودنا لكنني أتحدث عن ولادتنا فوجودنا سابق لتحقق ولادتنا ولدنا في عام كذا لأننا جزء من عالم طبيعي وعاؤه مكاني زماني فلذا ولادة أبي قبلي وولادتي قبل ولادة ابني وهكذا هذا كله كان موجودا في الحقيقة المحمدية منذ بداية نشأتها حينما كانت ولم يكن معها شيء وحينما كان الله ولم يكن معه شيء كان عالما من أنه سيخلق الحقيقة المحمدية بكل مواصفاتها وبكل ما سيصدر عنها ووجودها وجود الحقيقة المحمدية في علمه سبحانه وتعالى أرقى كثيرا من وجودها بعد أن خلقت من وجودنا من وجودنا في الحقيقة المحمدية ووجودنا في الحقيقة المحمدية أرقى كثيرا من وجودنا في عالم الأرواح والأجساد فهذه العوالم متأخرة حادثة من تجليات الحقيقة المحمدية ووجودنا في عالم الأرواح وعالم الأجسادي قبل أن نتصور في أصلاب آبائنا وأرحام أمهاتنا قطعاً هو أرقى وهكذا فإننا جئنا من المراتب العالية إلى المراتب السافلة ومن هناك سنعود مرة أخرى فرحم الله امرئاً عارف من أين وإلى أين إنها أسرار المبدأ والمعاد نذهب إلى فاصل يا حيا قبل كل حن يا حيا بعد كل حن يا حيا الذي ليس كمثله حن يا حيا الذي لا يشاركه حن يا حيا الذي لا يحتاج إلى حن يا حيا الذي يميت كل حن يا حيا الذي يرزه كل حن يا حيا أنم يرز الحياة من حن يا حيا الذي يحي الموتى يا حيا يا قيوم لا تأخذه حسنته ولا نم يا آخ dependى يا حيا أيضا يا حيا belief يا حيا امرئاً يا حيا عند Hawi يا حيا الذي يبيعني يا حيا التي يدهني يا حيا الذي يaufenه حسون يا حيا الذي ي thinksه六 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المراد من الحد النهايات فليس لله من نهاية في كماله وفي جماله وفي جلاله وفي عظمته فليست له صفة تنال بحدود مداركنا تقدم الكلام في الشعن الاول في التأسيس في الاسس واول اساس من تلك الاسس محدودية الانسان فليست له صفة تنال تنال بمدارك الانسان ولا حد تضرب له فيه الامثال كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات التحبير تحبير اللغات التحبير تطلق على الكتابة لأن الكاتب يستعمل الحبر والتحبير يطلق على ما يقوم به الخطاطون من تزيين كتاباتهم وتجميلها وزخرفتها والتحبير تطلق على تزويق الكلام وتزيينه وتحبير اللغات هو بذل أقصى الجهدي في البيان أن يتحدث المتحدثون بأبلغ ما يكون بأفصح ما يكون بأجمل ما يكون هذا هو تحبير اللغات كالدون صفاته تحبير اللغات فإن اللغات عاجزة مهما أوتيت من مرونة في التعبير ومن قدرة ذاتية في الاشتقاق والتفصيل والتنويع وإن كانت على ألسنة أبلغ البلغاء وأفصح الفصحة كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات تصاريف الصفات ما نستطيع أن نتخيله ما نستطيع أن نتوقعه ما نستطيع أن نعتبره من وضع مراتب لتلك الصفات أو من وضع خصائص ومن النظر إلى حيثيات عميقة في دلالة تلك الصفات كل شيء سيذهب هباء منثورا فكل ذلك هو من خلقنا من شؤونات مخلوقيتنا فأنا لذلك أن يحيط بعظمته سبحانه وتعالى كالدون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير جوامع التفسير لقرآنه أو جوامع التفسير لحقائق توحيده وحقائق توحيده في قرآنه الذي لا يعلم تأويله إلا هو سبحانه وتعالى والراسخون في العلم محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولئك هم الراسخون الراسخون في كل شيء الراسخون في العلم الراسخون في الغيب الراسخون في القدرة الراسخون في الجلال الراسخون في الجبروت وذل كل شيء لكم كلا دون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات وحارث ملكوته عميقات مذاهب التفكير وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور طامحات العقول العقول في أرقى مراقها والتي تطبح أن تصل إلى أبعد الغايات تاهت في أدنى أدانيها فيما هو الأدنى منها طامحات العقول في لطيفات الأمور لابد أن أؤكد لكم من أن خطب التوحيد كهذه الخطبة وأمثالها خطب التوحيد التي وردتنا عن سيد الأوصية في هذا الكتاب وفي غيره في نهج البلاغة وفي غيره هناك كلام كثير في التوحيد جاءنا عن سيد الأوصية وجاءنا عن أئمتنا أيضا جاءنا كلام كثير في التوحيد إن كان ذلك في مستوى الأدعية والمناجيات أو كان ذلك في مستوى الزيارات والصلوات أو كان ذلك في مستوى الخطب والبيانات في كل ما ورد عنهم هناك من عجائب التوحيد في كلام باقر العلوم وصادق العترة وإمامنا الكاظم ومن عجائب التوحيد في خطب إمامنا الرضا وبياناته وهكذا هم نور واحد وحديث أبي حديث جدي وهو حديث الله كل هذه الخطب هي لا تعطينا تفصيلا علميا محددا إنما تضعنا في مقام الوله والحيرة الله 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 من الأله والوله الله الذات التي والمعنى الذي يأله إليه كل شيء ويصيب كل شيء الوله الوله في عظيم فيضه الذات التي تتحير فيها العقول والقلوب الله من الأله ومن الوله حيث تتوجه العقول والقلوب بكل ما فيها والنتيجة في أفضل ما تصل إليه الحيرة لا أتحدث عن حيرة الضلال إنها حيرة المعرفة إنها حيرة الحب وحيرة العباد فهذه الخطب التوحيدية هذه التي أقرأها عليكم على سبيل المثال وسائر الخطب الأخرى التي وردتنا عن أمير التوحيد عن علي وعنهم جميعا وحتى ما جاء من حديث عن التوحيد في أعمق الدلالات في الخطبة الزهرائية المعروفة فلقد تحدثت عن التوحيد في جانب من خطبتها الشريفة كل الذي جاءنا عنهم عن محمد وآل محمد إن كان في قرآنهم المفسر بتفسيرهم أو كان في حديثهم المفهم بتفهيمهم أرقى ما يمكننا أن نصل إليه الحيرة إنها حيرة المعرفة هناك حيرة الضلال أنا لا أتحدث عن حيرة الضلال أتحدث عن حيرة المعرفة وحيرة المعرفة هي الدهشة حينما يسيطر العجز على العقول والقلوب عن اكتناه ما تتوجه إليه هذه هي الحيرة التي أتحدث عنها وهي حيرة لذيذة ولذيذة جدا ليس كحيرة الضلال التي تجعل الإنسان مصطولا حيرة الضلال شيء آخر إنني أتحدث عن حيرة المعرفة إنني أتحدث عن حيرة العشق وعن حيرة الحب إنني أتحدث عن حيرة العبادة الحقة في أفنية القرب وفي مسالك الجذب باتجاهه سبحانه وتعالى قطعا عبر وجهه عبر وجهه الذي نتعامل معه بشكل مباشر إمام زماننا وعبر وجهه الأعظم حقيقته المحمدية حين أقول حقيقته المحمدية لا أتحدث عن حقيقة كنهه سبحانه وتعالى مثل ما أقول محمد عبده محمد مملوك له فالحقيقة المحمدية مملوكة له هي حقيقته هو المالك لها مملوكة فإنه كان جل شأنه وتقدس ولم يكن معه شيء وبعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية التي هي حقيقته حقيقته إنها الحقيقة التي تتجلى فيها العبودية في أعمق معانيها التي لا نستطيع أن ندركها المعنى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني يا علي إلا الله وأنت ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا هذا هو الذي قصدته حين قلت من أن الحقيقة المحمدية حقيقته هي في مقام العبودية التي لا نستطيع أن نتخيل معنى ذلك المقام إنما نردده على الألسنة فإن الله لا يعرفه إلا محمد وعلي كما أن محمد لا يعرفه إلا الله لا يعرفه إلا الله وعلي كما أن علي لا يعرفه إلا الله ومحمد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا من لا عطاء لاعرفه يا من لاعرفه يا من له الجنة المغمى سبحانك يا الله سبحانك يا لا إله إلا أنت يستمر الأمير في خطبته الشريفة فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود أن نعت الصفة فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطن وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى سبحانه هو كما وصف نفسه كيف نعرف وصف الله لنفسه من المعصوم فقط فقفط من المعصوم فقط سبحانه هو كما وصف نفسه وَالْوَاصِفُونَ وَالْوَاصِفُونَ لَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهِ وَحَدَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا وَهُوَا وَهُوَا الَّذِي جَعَلَ لِخَلْقِهِ حُدُودًا سبحانه هو كما وصف نفسه وَالْوَاصِفُونَ لَا يَبْلُغُونَ نَعْتَهِ وَحَدَّ الأشياء كلها عند خلقه وضع لها حدودا إبانة لها من شبهه فهو خلو منها وهي خلوة منه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها لم يحلل لم يكن حالا في شيء منها مما خلق لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها لم يبتعت فيقال هو منها بائن هناك خطأ مطبعي فيقول والنسخة والنسخة الأصلية الصحيحة فيقال أقول هذا لمن يتابع معي وفقا للنسخة التي أقرأ منها كي يلتفت إلى هذا الخطأ المطبعي لم يحلل فيها فيما خلق فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها لم يكن بمنأ ببعد عنها فيقال هو منها بائن ولم يخل منها فيقال له أين فإنه إذا خل منها فهذا يعني أن مكانا خاصا به قد لجأ إليه ولم يخل منها فيقال له أين لكنه سبحانه أحاط بها علمه ذكرت لكم قبل قليل من أن وجودنا في علمه أرقى من وجودنا في عالمنا هذا وإحاطة علمه بنا ليس كعلمنا بالأشياء علم المخلوق مهما ارتقى حتى لو كان علما حضوريا العلم الحضوري كما يقول الفلاسفة هو العلم الذي يتحقق فيه حضور المعلوم بنفسه لدى العالم كعلمنا بأنفسنا كل منا يعلم بنفسه وما فيها فالمعلوم عندنا حاضر بنفسه ليس كعلمنا بغيرنا حين أعلم بغيري بحال غيري فإن المعلوم هو خارج عني الموجود في ذهني هو صورة المعلوم هو صورة غيري أما أنا علمي بنفسي فإن المعلوم الذي هو نفسي حاضر عندي حاضر في علمي فهذا مثال لتقريب فكرة العلم الحضوري وفي الحقيقة نحن لا نقيس علم الله على علمنا ولا نقيس علم الحقيقة المحمدية على علمنا ولا نقيس علم محمد وآل محمد في الأفق الباطني له في الأفق الحضوري في أفق علمهم الحضوري وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه إراءة إحاطية هذه رؤية إحاطية والرؤية والرؤية الإحاطية هي فرع هي فرع على سبيل التقريب ما هي بفرع على سبيل التقريب هي فرع لعلم حضوري فهنا فهناك هو انطباع صورة المعلوم لدى العالم هذه إحاطة بالمعلوم نفسه وليس هناك من حديث عن صورة عن المعلوم نعود إلى الجوهرة المهدوية في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك قلت لكم في الحلقة الماضية بنحو العصالة هي الحقيقة المحمدية وبنحو التفرع والتجلي محمد وآل محمد أئمتنا الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم الخلق كله وهذا الإياب لا يستند إلى علم من خلال انطباع صورة المعلوم لدى العالم هذا هو علمي وعلمكم أنا لا أنفي أن طبقة من علمهم بهذا المستوى لكن لا بمستوى الوضوح الذي عندي وعندكم في مظاهرهم البشرية فإن طبقة من طبقات علمهم تكون في مستوى مستوى صور المعلومات لكن درجة الوضوح ليست كدرجة الوضوح التي عندي ولا لا يوجد ترديد وتشكيك فلو انكشف الغطاء لهم وهذا التعبير تقريبي مداراتي من سيد الأوصياء فأي غطاء يحول فيما بينه وبين الحقيقة ما هو جوهر الحقيقة إنه الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية وكل العلم في الحقيقة المحمدية وكل ما فيها تجلى في محمد وعلي لو كشف الغطاء لمزدد يقين الحديث هنا لا عن حقيقة حقائق العلم ما أشارت إليه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تلك إحاطة مطلقة تلك إراءة حقيقية ذلك حضور للمعلوم بنفسه وإحاطة بالمعلوم نفسه وذل كل شيء لكم كيف يتحقق هذا المعنى من دون أن نفهم أن العلم بهذا المستوى وحديثي هو بقدري وبحدودي وبياناتي لا أستطيع أن أصفها بأنها على أكمل وجه بياناتي هي الأخرى قاصرة اللغة قاصرة والعقل هنا قاصر والبيان قاصر وهذا هو الذي أستطيعه سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن ولم يخل منها فيقال له أين لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحصاها حفظه لم يعزب عنه يعزب يغيب لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء الأمير يأتينا بصور تقرب لنا الفكرة إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة وكثيرة وكثيرة خفيات غيوب الهواء هذا بالنسبة لنا فنحن يخفى علينا الهواء لا نراه بحواسنا ربما نتحسسه لكننا لا نراه بحاسة البصر لا نراه بأعيننا ولا ندرك أسرار تكوينه حينما نلامس الهواء ويلامسنا ولا نستطيع أن نشخص مبتداه من منتهى إلى يومنا هذا من أعقد المشاكل العلمية للمتخصصين في دراسة الأنواء الجوية من أعقد المشاكل العلمية معرفة حركة الرياح وسبب الخطأ في التنبؤات الجوية أتعلمون ما هو هو عدم استطاعة الإنسان من معرفة اتجاه الرياح فهذه الاتجاهات تتغير من دون أن يدرك الإنسان ضوابط حركة تغيرها لذا يصعب على المؤسسات التي تتابع هذا الأمر أن تشخص حركة الرياح بدقة متناهية من هنا يصيبون فيما يخبرون من تنبؤات الأنواء الجوية إذا ما جاء توقعهم لحركة الرياح واتجاهاتها صحيحا أما إذا لم يأتي توقعهم صحيحا فإنما أخبر به لن يكون دقيقا والحكاية أكبر من ذلك أنا أوردت هذا مثالا ربما يأتي يوم يتمكن العلماء من الوصول إلى أسرار حركة الرياح واتجاهاتها إنما جئت بهذا مثالا الكلام كله في دائرة الأمثلة الحسية التي تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجا الليل الليل المظلم ولا ما في السماوات العلا الجهات العالية فوقنا إلى الأراضين السفلة إلى كل طبقات الأرض لكل شيء منها حافظ ورقيب لكل شيء منها حافظ ورقيب من خلقه سبحانه وتعالى فهناك الملائكة الحافظة الحارسة وهناك الملائكة الرقيبة المراقبة والحديث عن السماوات قد يقصد منه الجهات العليا فوق أرضنا في هذا الفضاء وقد يقصد منها السماوات من السماء الأولى إلى السماء السابعة وكذلك ما يرتبط بالحديث عن الأراضين السفلة إما هي الأراضون مدائن السماء الكواكب الأخرى التي فيها ما فيها من خلق الله بحسب ما حدثتنا كلماتهم ولست بصدد الحديث عن هذه المضامين أو أن المراد من الأراضين السفلة طبقات أرضنا وفيها ما فيها لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجة ولا ما في السماوات العلا إلى الأراضين السفلة لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط فهذه الكائنات فيها الكائن الكبير وفيها الكائن الصغير وفيها الكائن الذي يحيط بغيره وفيها الكائن المحاط لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط والمحيط بما أحاط منها والذي أحاط بكل شيء من المخلوقات الحقيقة المحمدية وهو محيط بها وكل شيء منها من هذه المخلوقات وكل شيء منها بشيء محيط والله هو المحيط بكلها والمحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيره صروف الأزمان صروف الأزمان تقلب الأزمان تقلب الأزمان في ليلها ونهارها أو في صيفها وشتائها أو في خيرها وشرها وقطعا الخير والشر ينسب إلى أبناء الزمان في الحقيقة الخير خير أبناء الزمان والشر شر أبناء الزمان ولكنه قد ينسب إلى الزمان عرضا الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيره صروف الأزمان ولا يتكأده صنع شيء كان يتكأده يصيبه بعدز بخلل يتعبه يتشكل عائق من العوائق في مرحلة من مراحل الصنع والإبداع والاختراع ولا يتكأده صنع شيء كان إنما قال لما شاء كن فكان وحتى هذا تقريب الأمير هو الذي يقول عن كلمة كن إنها لا بصوت مقروع ولا بنداء مسموع إنما أمره كما يقول سيد الأوصياء بين الكاف والنون في بعض أشعاره إنما أمره بين الكاف والنون هذه التعابير رموز وإشارات وأمثلة في مستوى التقريب اللغة قاصرة فاللغة محدودة بحدود ألفاظها وبحدود ما تدل عليه تلك الألفاظ من المعاني فهي جزء من عالمنا المحدود وبحسب قوانين الفهم والتفاهم والتفاهم فإنها تنسجم مع مستوى عقولنا فهي لا تتجاوز مستوى عقولنا وعقولنا محدودة فاللغات محدودة وهذه المحدودية تجعل اللغة قاصرة لذا فإن المتحدث حتى لو كان الأمير هو الذي يتحدث لا بد من حشد الأمثلة ومن تقريب البيانات كي نكون في مستوى من الحيرة المعرفية لا أتحدث عن حيرة الضلال عن حيرة الجهالة هذه حيرة المعرفة كما قلت لكم خطب التوحيد غايتها هدفها أن توصلنا إلى حيرة المعرفة لأن الله سبحانه وتعالى جعل معرفته في العجز عن معرفته معرفة الله تكون في العجز عن المعرفة لكن هذا يكون في أجواء حيرة المعرفة لا في أجواء حيرة الجهالة لا في أجواء حيرة الضلالة تلك حيرة أخرى ولا يتكأده صنع شيء إن كان إنما قال لما شاء كن فكان ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب التعب يطلق على ما يعانيه الإنسان بسبب العمل والمثابرة إن كان ذلك في الخير أو في الشر أما النصب فإنه التعب في الخير هذا بحسب الثقافة القرآنية وبحسب الأدعية الشريفة وكلماتهم لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل اللغوية يطول المقام بها وأرى الوقت يجري سريعا أحاول أن أكمل قراءة الخطبة الشريفة كي أفتح معكم جهة ثانية من الحديث في الموضوع الذي بين أيدينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى قطعا سيبقى الحديث مستمرا في هذه الأجواء حتى تتضح الصورة كاملة لديكم بقدر ما أستطيع أنا وبقدر ما تستطيعون أنتم والعون والتوفيق أطلبه أنا وتطلبونه أنتم أيضا من الحجة بن الحسن يا بقية الله ولا ولا تنسوا ولا تنسوا ولا تنسوا القيمة يا زهراء يا زهراء ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب وكل صانع شيء فمن شيء صنع إما اعتمد مخططا معينة فكرة معينة هناك مثال احتذا المادة الأولية إلى بقية ما يدخل في حيز الصناعة والخلق البشري وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق لقد خلق المشيئة بنفسها وبعد ذلك المشيئة خلقت الأشياء وكل صانع شيء فمن شيء صنع والله لا من شيء صنع ما خلق وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم والحديث عن الحقيقة المحمدية بالدرجة الأولى لأنها لم تكن موجودة فلما لم تكن موجودة لم تكن عالمة وإنما أوجدها عالمة بعد أن لم تكن قد كانت فينطبق هذا الكلام بكله عليها في الدرجة الأولى فإن الله لا يقيس علمه بعلم ولا يقيس علمه حتى بعلم الأنبياء من شيعة علي وآل علي لا يمكن المقايسة بهذا المستوى وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم أزلي سرمدي لا أول لأوليته عليم عظيم قديم جل شأنه وتقدس وتعالى عن كل وصف به يصفه الواصفون باستثناء محمد وآل محمد يجل عن وصف الواصفين حتى الأنبياء باستثناء محمد وآل محمد يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت باستثنائهم وما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم فاعرفوا مقام أئمتكم أقول أجيبون ذول سرابيت تقيسونهم بآل محمد لا جبون سرابيت الشريعة مثلي ومثلكم ومن أمثال القابعين في النجف وتقيسونهم على آل محمد ويل لي ولكم إذا فعلنا ذلك وكل عالم فمن بعد جهل تعلم والله لم يجهل ولم يتعلم أحاط بالأشياء علما قبل كونها في علمه مثل ما قلت لكم مقام الأشياء في علمه أعلى رتبة من مقام تحققها أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما فمقامها في علمه أعلى فلم يزدد بكونها علما علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها لتكوينها لتشديد سلطان ولا ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو المناوي هو المعادي لم لم يكونها لتشديد سلطان يا أحمد خلقتك لأجلي لم لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر أما الضد فهو المعادي والمناوي هو الذي يفعل العداء عمليا وقوليا والأمثلة تقريبية حسية من واقع حياتنا البشرية ولا ند مكاثر أما الند فهو المنافس والمكاثر هو الذي ينافس في المكاثرة فهو النظير لم يكونها لتشديد سلطان لم يكون الأشياء لتشديد سلطان لم يكون الحقيقة المحمدية هذا المعنى ينطبق عليها بالدرجة الأولى لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون الداخرون هم الأذلاء في ساحة فنائه جل شأنه وتقدس وعبد داخر عبد ذليل بين يديه والذلة بين يديه كمال كالعبودية بين يديه عزة ورفعة إلى الحد الذي تخبرنا كلماتهم الشريفة من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية وكذلك الذلة في فنائه جوهرة كنهها العزة والعظمة لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ لا يؤوده لا يثقله فسبحان الذي لا يؤوده لا يثقله لا يكون ثقيلا عليه فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة والفترة الكسل الفترة هي الكسل هي الانقطاع عن مواصلة العمل والجد والاجتهاد فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق العلم الحادث هو العلم الطارئ وهو علم المخلوق علم الحقيقة المحمدية علم حادث لأن الحقيقة المحمدية حادثة أنا لا أتحدث عني وعن أمثالي لقيمة للحديث عني وعن أمثالي إنما أتحدث عن الحقيقة المحمدية المخلوق الأعظم الأجل فحينما نريد أن نتحدث عن قدسه سبحانه وتعالى علينا أن نتأدب بالحديث حينما نأتي بالأمثلة أن نتحدث عن أقرب الخلق إليه إنها الحقيقة المحمدية هكذا يكون الحديث عن الله علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء والسناء هو الضوء المشرق حينما يكون البدر في تمام هيئته في وسط الشهر القمري يقال لضوئه سناء القمار سناء القمار توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص بالمجد والثناء وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء وتوحد بالتحميد وتمجد بالتمجيد وعلى عن اتخاذ الأبناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء وعز وجل عن مجاورة الشركاء فليس له فيما خلق ضد ولا له فيما ملك ند ولم يشركه في ملكه أحد الواحد الأحد الصمد تلاحظون أن الأميرة يكرر هذه الأوصاف الواحد الأحد الصمد هي مضمون سورة التوحيد وسورة التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة يقال لها نسبة الله ما المراد من نسبة الله بمثال تقريبي بطاقة الهوية هذه نسبة ونسبتكم البطاقة المدنية الحكومية الوطنية ماذا تسمونها هذه البطاقة التي تعرف بالشخص الهوية الرسمية للأشخاص بطاقة الأحوال الشخصية فحينما نقول سورة التوحيد بحسب تعابيرهم نسبة الله إنها بطاقة التعريف بالله سبحانه وتعالى وهي في مضمونها تشكل ثلث القرآن فإذا ما قرئ الثلاثا فكأن الذي قرأها قرأ القرآن بكامله وفيها رمزية لولاء علي في مستوى اللسان وفي مستوى القلب وفي مستوى العمل الروايات حدثتنا عن هذا المضمون ولذا فإن الأمير صلوات الله وسلامه عليه قال في بداية الخطبة الحمد لله الواحد الأحد الصمت واستمر يتحدث في خطبته الشريفة فقال ثانية هنا الواحد الأحد الصمت وبعد ذلك جاءنا فقال ثالثة الواحد الأحد الصمت هندسة قرآنية وهندسة وهندسة محمدية علوية فاطمية هذا هو التعانق والتطابق ما بين قرآنهم وما بين خطبهم وما بين كلماتهم التي فسرت لنا قرآنهم وبيّنت لنا أسرارهم التي تتعانق فيما بين آياتهم في عالم التكوين وما بين آياتهم في عالم التدوين في المصحف إنني أتحدث عن محمد وآل محمد فأنا لي بالكلمات المناسبة من جاء بالقول البليغي فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق فكل شيء كل كمال وكل جمال منهم إن كان في حديث شيء من الحسن فمنهم وإن كان في حديث شيء من القبح أو من الخلل فهو مني وذلك هو شأني الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد هو الذي يبيد الأبد والأبد إشارة للزمان وإلى الوقت بل إلى ما هو أبعد من ذلك فإن وعاء الزمان ليس وعاء لكل الموجودات وإنما هناك ما قد يصطلح عليه بأوان الوجود الذي يجزأ إلى آنات الوجود فأوان الوجود هو غير الزمان الزمان ناشئ من حركة الأفلاك وما كل الموجودات تخضع لحركة الأفلاك جزء من الموجودات تخضع لحركة الأفلاك على أي حال لا أريد أن أتحدث في كل هذه الاتجاهات التي قد تأخذنا بعيدا في طواياها وفي أنحائها وأحنائها الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد والوارث للأمد والأمد هو الوقت الذي له بداية وله نهاية أما الأبد فهو الوقت الذي ليس له نهاية بحسبنا فهو المبيد للأبد وهو الوارث للأمد للوقت المحدود واللا محدود الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا وحدانيا بالواحدية التي لا علاقة لها بالعدد كما بيّنت لكم في أول هذه الحلقة أزليا لا أولية له الأزلي الذي لا أولية له وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور والمراد من الدهور ما يتجاوز الأزمنة فالأزمنة مصداق من مصادق الدهور زماننا الفلكي مصداق من مصادق الدهور الدهور إنها أوعية الخلق فمثل ما في عالمنا الزمان وعاء لنا أو هو بعد من أبعاد حياتنا كما يقول الفيزيائيون البعد الزمكاني بحسب النظرية النسبية فالزمان وعاء لنا من جهة فلسفية لفلسفة الأشياء ولكن في طبقات هذا الوجود هناك من الموجودات الأعظم رتبة والأكثر عددا ليس محكوما بأزمنة الأفلاك إذ لا وجود للأفلاك التي كأفلاكنا هناك لكن لها وعاء لها وعاؤها الذي يناسبها فكل تلك الأوعية هي الدهور الدهور لا تعني الأزمنة التي هي بسبب حركة الأفلاك الدهور هي أوعية طبقات الوجود في كل طبقة بحسبها هذا المضمون ليس اختراحا من عندي ولا أخذته من الفلاسفة فإن الفلاسفة يتحدثون عن مثل هذا ويتحدثون عن وعاء سرمدي وعن وعاء دهري إلى بقية التفاصيل التي تتحدث بها الفلسفة الإشراقية وغيرها لا أريد أن أخوض في هذه الجهات فإنني لا أعبأ بها مع علم التفصيلي بها لا أعبأ بها حرف واحد من أحاديث علي وآل علي لا أستطيع أن أقايسه بكل ما قاله هؤلاء وما قاله غيرهم لكن من خلال التدقيق في أحاديثهم وكلماتهم فإن الدهور أوعية لطبقات الوجود والزمان الذي هو وعاء لنا هو طبقة من طبقات هذه الدهور لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور الصروف التغير والتبدل والتطور التطور إلى الأمام أو إلى الوراء قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور الذي لا يبيد سبحانه وتعالى لا يبيد ولا ينفد بذلك أصف ربي هكذا وصف ربه علي وهكذا نصف ربنا فنأخذ الصفة من المعصوم فقط فقافط فقط التوحيد تذكروا التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط هذه هذه هي بيعة الغدير التي نقضها مراجعكم في النجأ بذلك أصف ربي علي يقول فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ومن جليل ما أجله ومن عزيز ما أعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الظالمون نحن الذين نظم الله بوصفنا القاصر بحدود عقولنا المحدودة القاصرة الظالمون هم الذين يعرفون الله من طريق العرفاء من طريق الفلاسفة من طريق علماء الكلام من طريق علماء الفيزياء من طريق ومن طريق هؤلاء هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم القرآن هو الذي يقول ما أنا الذي أقول إن الشرك لظلم عظيم حينما نأخذ التوحيد من عرفاء الشيعة من صوفية السنة من سقيفة بني ساعد من سقيفة بني نجا من كتب علم الكلام من عقائد الإمامية للمظفة من كشف المراد للعلامة الحل من تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي من شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري من كتب عقائد الطوسي وأمثالها فإننا سنكون ظالمين لله الأمير هكذا يقول هو مجاز أن يصف ربه هو وجه الله هو لسان الله هو عين الله الناظر هو يده الباسط هو نعمته السابغ هو نقمته الدامغ هذا هو علي هكذا نسلم عليه في زياراته السلام على وجه الله المضي واسمه الرضي السلام على الكوكب الدري أبو الحسن علي ورحمة الله وبركاته هذا هو علي هو الذي يقول بذلك أصف ربي فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه ومن جليل ما أجله ومن عزيز ما أعزه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقت الحلقة انتهى وأضفت وقتا إضافيا وانتهى الوقت الإضافي ومن تهى حديثي من تهى حديثي لقد لم لمت الحديث على وجه السرعة وصلنا إلى تذكرة البرنامج البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العامنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إذا 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 كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم يا زهراء يا قائم آل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر